سطف المسلح على سيارة فراخ عربيت فراخ يعني بالشرقية والامن يقبض على المتورطين الفراخ دلوقتي بتتعامل زي الدهب كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات وقعت الاستلاء على سيارة محملة بالدواجن حال سرها بالشرقية وضبط مرتكبي الوقع كان مركز شرطة ابو حمد مدريد امن الشرقية تلقى بلاغ من تاجر دواجن ووسائق بيقيموا بداية المركز بانه اثناء سرهم بالسيارة ربع نقل محملة بالدواجن باحد الطرق بداية المركز فجأنا بثلاث اشخاص يستقلون السيارة ربع نقل وبحوزت احدهم يعني بندقية خرطوش واعترضوا طريقهم ووقفوهم وستولوا على العربية اللي هي موجودة بتاعتهم بالحمولة بتاعتها والاتنين هاتف محمول بتاعهم وهربوا تم تشكيل فريق بحثي بمشاركة قطاع الامن العام مدريد امن الشرقية واصفر جهوده عن طبعا ان هما قبضوا او ضبطوا مرتكبين الوقع هما اربع اشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتي القاهرة والاليوبية عقب تقنين الاجراءات تنسيقا مع مدريد امن القاهرة تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهاتهم اعترفوا بارتكاب الوقع على النحو المشار اليه واضافوا كمان ان هما قاموا بالتصرف في الحمولة اللي هي الفراخ انهم باعوها لعملة سيئة النية يعني والسمعة اللي هما تجار دواجن لكن بياخدوا الحاجات المسروعة يعني مقيمين محافظة القاهرة والاليوبية مقابل مبلغ مالي وامكان ضبط الاخرين برضو لهم بعلمهم الحمولة دي كما تم بارشاد المتهمين ضبط مبلغ مالي والاسلحة والسيارة المستخدمين في الوقع وعدد من التلقات مختلفة الاعيار والسيارة المستولى عليها وقيمهم بحرق الهاتفين المحمولة المستولى عليهم تم اتخاذ الاجراءات القانونية